هكذا صار الثوار بعد عام وأسبوع من القبضة الواحدة قبل عام وأسبوع إلى صفعات في وجه بعضهم البعض ومن التحام المناطق والطوائف على الأهداف إلى انقسام عمودي بين 8 و 14 يا شباب، كل نقطة خلافية، ما نحن نذكر لا بالمقررة ولا بالتوصيح بلش يحكم الأمور السطحية ووصلنا محل الخلافية اللي هو استجال القائم بالبلد على قضية سلاح حزب الله وبعدين تحول الاستجال هون لمشكل كبير فسحتنا على قلب السلطة الثورة عبتثت ببعدها بشكل أو بآخر أنه فيه 8 و 14 في أحد فنادق الخمس نجوم يبدو أن الصدام الداخلي لثورة الفقراء على الإقطاعيين والجائعين على الفاسدين قد تكرس بعد سلسلة خلافات كانت تبرز من دون أن تأخذ أبعاد إشكالات على عكس ما حصل مساء الأحد صحيح أن سلاح المقاومة كاد يشعل فتنة داخلية في الست حزيران الماضي لكنه لم يتسبب بإشكال في صفوف مجموعات الحراك على رغم معارضة بعضها لطرح مسألة السلاح والقرار 15-59 كعنوين للحراك تأكيد البعض أن العنوين الخلافية لن تدرج في التوصيات والمقررات لما سمي بمؤتمر توحيد جهود الثورة لم ينجح في منع الإشكال أو حتى فرملته وقع المحظور ونعت الثورة نفسها بنفسها ربما كشفت عن نقاب سنة الماضية من عمر اللبنانيين هل انتهى الثوار إلى متناحرين بين 18-18؟ هل كانوا هكذا في الأصل؟ وإذا كان الجواب إيجاباً فضد من؟ أو ماذا قامت الثورة؟ وقطعت مجموعاتها الطرقات على الطلاب وموظفين وعملين وعلى أرزاق الناس وعلاجاتهم؟ وإذا كان الجواب إيجاباً لماذا أهين العسكر؟ وانصبط الشتيمة على فئة معينة وكيلت تهم الفساد بها وأوعدت التهمة عن متجذرين بهذا الفساد؟ وأين هو الإصلاح؟ في الثوار يعمل مسكله بروحه يخرب الدنو بروحه يبدو أن صورة تشرين الأول 2019 ذهبت إلى غير رجعة خصوصاً عندما تتالى أوراق الناعي ممن كانوا في صفوف القياديين أو الوجوه البارزة لحرك 17-20 شرب الأعي أبرز قاطعي الطرق في جل الديب عاد إلى منزله وهكذا طلب من الآخرين لأن المجموعات بدل ما تلتهي ضد المنظومة الحاكمة التهت كيف بدت تمرك على بعضها وأي مجموعة أهم من مجموعة ومن بده يبين أكتر قال آعي ليختم كلنا على البيوت ليعترف ثائر آخر هو زياد عبس أنهم كلهم مسؤولون عن تضيع أمل الناس بمستقبل أفضل مختصراً الثورة بقوله من الآخر قلة مسؤولية وهويت وغبا وتنف السلب وإيغو ما منستيهل أكتر من هذه المافيا نماذج قليلة جداً من الانتقادات بعد صمت غالبية من عرفوا بالقيادات فلا عودة الحريري الذين أسقطوه قبل عام هزتهم ولا شطب عامل كامل اعتبروه تغييرهم القادم قد أثار غضبهم بعد تكريف سعد الحريري وحده عدد قليل حاول جمع أجزاء الثورة المتناثرة فكان هذا العدد حطباً احترقاً فأحرق الثوار كل يعني كل ولم يترك منهم على ما يبدو إلا آثاراً لنسخهم الأصلية بين 8 و 14 أدار